اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقفنا على ان نوضح كله ونوضح حاجات اللي كانت تظهر بها فنختار شكل من ذلك اضع شيء مرسوم اضغط عليه او اختاره بالشكل يظهر لي الابشن انا عايز اشتغل اشوف الموضوع واذا خلينا على الانير اللي هو التدريج من لون لون اخذ لون لون فاتح يأخذ الدرجات بتاعته كلها ده الانير 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 هنا لو في تدريجة من اللون بس اللي بيض خلهولي في المص والاسود خلهولي ورا او في العجوانب يعني معنى كده اللي انا لو عملت كده او اشوف او لو عملت كده تمام لو جيت ضفط لون كده هتظهر لي ازاي يبقى الاسود برا واللون اللي انا حطيته بعده واللون الابيض في الاخر طيب او عايز اشيل دي اشيل ان نزلها تحت بيت انتهى على طول البت ماب فيل اوه ما اضغط عليها بيض ظهر لي الاسكتوب بتاعك او البراوزر ده وممكن اختار له اي صورة من اي حتة وابدين ابدأ اقول له اوكي هايز اختار اي صورة اي صورة بتنزلك طبعا هي الحتة هي صغيرة اوي فاعرف انت لما لما هضغط كده هاتبان لك يعني السياسة كبيرة او اخذ المساحة كلها خليني اعمل لك صورة صغيرة على الفيوطشوب مثلا الويتس بتاعها ماشي نحن نخليها مربعة مثلا ما هايز اقولك بس التكتيك اللي انت تمشي بي اعمل مثلا دايرة دابل كليك اقوله مثلا تريد ياري تريد ياري اعمل نحن نريد انت تمشي بالكاتر اعمل نحن نريد من السوط نحن نريد نحن نريد تريد وقل له طلعها عليها انها سيف فور ويب واختار البي امي جي عشان تشلي البي امي جراوند وحطاها على البيس كتوب بأي اسم يوجد لكم ايه ثلاثة ايه او طريب الايه وقل له هاتلي من هنا البيت ما فيل بعد احضب انمبرد اشيل كل من هذه مستنزل عليها مظبوط اهيي نزلت معي تماما طيب انا اعرف كده ان الجزء ده ممكن من خياله اختار السولد كالر اللي هو الكالر الواحد زي ما انا مختار او اللينير اللي هو التدريجي من تحت الفوق او من ملي الشمال او العكس او الريديال او بالشكل ده او البيت ماب فيل طبعا هو مسايف لك كل حاجة على الاخر حاجة انت بتيجي تضيف شغل تاني بتبتدي تغير في حاجة دي كلها خليني في اللينير دلوقتي اقول لك حاجة جميلة او دوس معي على اف من الكيبورد او من هنا هي تضغطها طويلة شوية بيظهر لك جريبيانت ترانس فورم طول اللي هو الاف من الكيبورد ما اضغط بلاقي حاجة ظهرت لزي كده خطين لبني شوية وبعدين ساهم هنا وبعدين دايرة كده بيصغر لجريديانت بتاعي حجمه بالشكل ده طبعا بيتأثر لي على الافيكت بتاعي طبعا اللابياد اللابياد بره هنا طبعا مش باين انا اعمل كده اجيب اللابياد بالشكل ده وده بيلفلي الجريديانت ده كده 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 زي ما انا عايز ممكن اضغط على السناب طولز ولما قدتش ضغط عليها بيشد لكش كده يعني انا وانا اضغط سناب طولز بيشدلي هلاقي بينوبتر عاية شوية بالمصر يعني او بيكفز في في كافزة كده كده اما لو شلت ده خالص بيبقى بيبقى معايا سموز قوي ما فيش كافزات ما فيش اي حاجة اوكي انا بفضل دايما بشتغل بالسناب الا في الرسم الرسم دايما بيبقى عايز اكتر دقة شوية الاسباباشيل ده يبقى اعرفت انا كده دي بابا اضغط عليها وباسحب بيرحل الجريديانت كله من شمال فوق تحت اللي انا عايزه اوكي انا كده وصلت لانا اتحكمت في الجريديانت ده طيب انا كده دلوقتي من الجريديانت ده اروح جاي دول كلك واقول له مثلا دي من البرتقاني وهي تلي البرتقاني اللي افتح منه شوية اوكي اروح اعمل حاجة زي كده خلي دي تحت بالشكل ده اروح على ال في من الكيبورد طيب انا اعرفت اتحكم واعرف خواص المنطقة دي طيب ايه ده المنطقة دي دي بتتفعل لما بتضغط على ال اف من الكيبورد دي تتحكم في الجريديانت بتاعك بس انا لما بضغط كده مش ظهر قوي بس انا لو ضغط على ال اف وصغرت شوية الجريديانت هيظهر لي قوي الفكرة اهو هنا الرفلكت اخلي دي اي لون يكون واضح قوي اهو دي الفولو بتاع الجريديانت ان كان الاكستينت او الرفلكت او الريبيت الريبيت بالشكل ده بيعمل الريبيت وتتحس ان هو الحواف بتاعته احد قوي الريفلكت بيبقى ده ده مع ده هو عامل زي الريبيت بس الحواف بتاعته اه نعمة وهينا الفولو بدي اخدوا اللونين بس وبيعمل لهم اه على الشكل كله اكستيند على الشكل كله اهنا مغير ده واخليه باللون الافتح اخلي ده الغاني شوية يبا انا فهمت المنورة ممكن اطبق الكلام ده كله على التكست انا انا عمل تكست اهو كانت بيور لغو عادي خلص ازاي عمل الكلام ده عشان اطبق الحاجات دي كلها لازم اخليه شيب ده شيب عشان كده انا قادر اتحكم فيه انما ده تكست مقدرش عمل الكلام ده كله فبأمر بريك ابرت او كنترول بي من الكيبورت بعمل الكلام ده كله بحاول شيب وابدأ ايدت عليه طيب كنترول بريك ابرت من هنا من الموديفي وقال له بريك ابرت استمهم لي حاجه زي كده بريك ابرت ثاني يحاولولي الشيب وهو بقى شيب اهو تمام ايو راح جاي واخده كله واقول له علي بقى ان اديها شوية افكتات كده اعمل دي سيلكت وهات اختار دي واختار ده وهاتلي فالليار دي خالص وهاتي التكست ده كله وقول له فل حاجه زي كده وروح دايس على ال في او ال سيلكتشن تول تاني او مثلا تدوس على ال اف تضغط كده وتروح دايس على ال ملافف التأثير تروح دايس على ال ضمه بالشكل ده كده ضميته بالشكل ده وبعدين بروح مغير ال افكت بتاعي ممكن بها اعمل فوق مسلا فاتح شوية هاتلي في النص ده خليه ابيض وبعدين ممكن بيضغط هنا في نقطة خليها هنا كده ونقطة دي خليها افتح شوية مش باين خلينا نعمل حاجه جمان ده هاللي اصد خلص اهو شوفنا التأثير طب هات ده بس دوس اف او او اثنين في ال ار واحدة تعالي نبق نفس الدعب ده كده افكار وست ان بلاس هات الاف هات الاف ها فين ايه اللي حاصل ها كده باير دي كده تروح على ده وتتغير الالوان بتاعفك زي ما انت عايز كل لوم اللا اناك ايه اللوم ده مثلا كل لوم ده كده مثلا براحتك انت تغير في الشيبس زي ما انت عايز طبعا هتتحكم مكان بريديال ممكن اعمل بالشكل ده كيف الالوان بدأت تاخد بالطريقة دي ممكن اشيل ده اشيل ده الخالي ده في النص بالشكل ده ممكن اشيل دي خالص تحت جايبه كده براحتك انت ممكن اعمل بمكان دي بالشكل ده ممكن دي اروح اعملها كده مسلا اعمل الالفا بتاعتها هقللها شوية ممكن هتحكم في الانت نفسه من هنا او من هنا الكلام ده كله عارفنا ان هو يظهر ايو لو انا ديقت الجريديانت شوف الجريديانت هنا اعملي على كل واحدة مختلفة لو انا اعلمت على كل دوست اف ده اللي حصل اللي ايه اهو ممكن اروح اتنازل بسحت خالص بش مشاكل اهو بس انا اقل الافكار بقى اهي ودي اخليها مسلا في نص تحت كده اطلع بها فوق ممكن كمان اوسع اكبر ممكن الاف اصطبع هي دايرة لان مش مشكلة كانت لو ان ما تكون دايرة مش هتطلعها بالفعل وهنا حاجة زي اللوبو مثلا لمحل عصير او 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 كده انا اشوف تأثيرات زي ما انت عايز اعمل انت عايزه انت وتخيلك وانت وابدعك عايزك تبدع وتكون احسن من استاذك اهو ممكن كمان من خلال دا هتة دي ممكن اعمله كده ممكن اعمله كده ممكن اعمله كده ما عنديش اي مشكلة ممكن اهو ممكن اعمله كده ممكن اعمله كده شوية ممكن اعمله كده شوية ما عنديش اي مشكلة انت رؤيتك هتة ممكن اعمله كده ممكن اعمله كده ما اعمل يوانت بتحكم تحكم كامل في ال shape بتاعك عندك همいてكس اللوجو دك ههنغير لونه خالص هكهما شوية بعضه باللون. خليه مثلا بالاخضر. انا مش عايز كده. انا عايز ده. تضغط دي الاول. وبعدين تعلم هنا. تعلم على الشكل كله. وبعدين تروح تاني على الفيل باكت. تروح جاي عامل كده عشان يدفلك التأثير على الكلمة كلها على بعضه. مش على حرفة حرفة. تمام? كده. دي اخد دي مثلا برتقاني ولي خلينا المصفة بالفاتح شو. انا عندي حاجة زي كده. عامل تست. الشكل ده. ممكن تخلي انا عمال ديك افكار عشان اذا تاخد عشان وتعرف ان تفهم الدنيا ماشي ازاي. اهو. تاخد دي. كده هبتقي وضح التأثير. بتاع اللوجو. او عندك حسب الشكل ده. انت خلاص براحتك. المهم بتعرف عندك ده. ده ايه. نظام. نظام الجريديانت. النظام الفلو. الكلام لكله. وتبقى اواخد بالك كويس منه. ممكن تبقى تغير بالبرايتنس. الوانك. زي ما انت عايز او بالاس. اضيف لانت عايزه او بالحيون. انا الحاجة زي كده. وبتختار الار والجي والبي. بتقدر تحكم برضه منهم زي ما انت عايز. سواء بالفاليو او بالماوس او بالالفة. كمان. اسيبك تعمل تطبيق. واشوف التطبيق وبعتلي على طول. ونشوف الموضوع ايه. ونعدل عليه لشان نوصل لاحسن شكل ممكن. سلام عليكم.